الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القضية 30 أغسطس من كل عام هو اليوم العالمي للاختفاء القصري الذي عادة ما تمارسه السلطات الحاكمة الدكتاتورية باختصار هي عملية اختطاف للشخص ومنع من حريته لأسباب غالبا سياسية يعاني الأفراد من هذه الممارسات وتواجه الأسرة أب وأم وأخ وأخت وزوجة وابن معاناة الوصول لزويهم المختفين قصريا بفعل رجالات من السلطة الحاكمة لماذا هي جريمة ولماذا نصر في كل مناسبة أن نفضح ممارسات السلطة لأنها جريمة لا يمكن أن تصبح عادة ونسكت عليها ولأنها تسلب الشخص حريته من وجود هيئة دفاع عنه ولأنها لا تسقط بالتقاضم سنظل نتحدث عنها ونفضحها ونكشف مدى قزارة ممارساتها ضد السياسيين وضد الأفكار 30 أغسطس هو يوم نفضح في ممارسات السلطة اليومية ضد الآلاف من المصريين المغيبين والمختفين قصريا ونبدأ بأولى أخبارنا عن عملية إخفاء قصري تمتد للشهر الرابع والثلاثين بحق الشاب عمر خالد طه لا تزال قوات الأم بمحافظة أسوان تخفي قصريا الشاب عمر خالد طه أحمد الذي يبلغ من العمر 24 عاما من الصف بالجيزة لليوم الألف والواحد على التوالي منذ اعتقاله من نقطة تفتيش محطة القطار بأسوان يوم الثلاثين من نوفمبر من عام 2017 دون سنة قانوني ولم يستدل على مكانه أو مكان احتجازه حتى الآن وقد قامت الأسرة بعمل تليغرافات للنائب العام والمحام العام لنيابات أسوان ووزير الداخلية وتم رفع دعاوى بالقضاء الإداري للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوى طلبت منظمة العافو الدولية إمينيستي السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المحامية الحقوقية هودة عبد المنعم البالغة من العمر 61 عاما مراعاة لظروف مرضها وتقدمها في السن استنكرة استمرار إدارة سجن النساء بالقناطر منع أي تزيارات عنها أو اتصالها بأسرتها منذ اعتقالها في الواحد من نوفمبر من عام 2018 وقالت المنظمة في بيان أن أقرباء المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان تمكنوا من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات محاكمتها على زمة التحقيق في الثامن عشر من يوليو الماضي في تهم متعلقة بالانضمام إلى جماعة محظورة وهي تهم لا تستند على أي أو على أي أساس وأضافت المنظمة منظمة العفو الدولية أن المحامية لم تحتجز لأسباب سوى لعملها في مجال حقوق الإنسان في حين يمنع أفراد أسرتها من الحصول على أي معلومات كتابية بشأن وضعها الصحي بما يزيد من بواعث قلقها وقلقهم بشأنها